أيام معدودات قبل نير الشعب مراده المقصود أيام يداولها السياسيون فيما بينهم بعض يجيء بمشروع سياسي وآخر خدمي وبعض يتهم بصناعة نفود تلك صناعة تقليدية اعتاد عليها متعطشون للخشوع أمام الكراسي للعراق الذي خرج شعبه مطالبا بديمقراطية حرة أنا موعدها تؤكد الحكومة باقتراع مبكر رغم أنه يواجه مصير المناكفات والتناحر على الضفة الأخرى من نهر العملية السياسية المتعرج تقدم الحكومة صنيعها بمكوك لا يتوقف من إنجاز ناجح ليوم موعود الدلائل مرهونة بوقائع الأيام الحالية من ضبط ورقابة دولية صوت تنطق به بلاس خارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بالدعم الحثيث للسلطات العراقية في إجراء انتخابات ذات مصداقية والدعوة إلى محاربة المعلومات المضللة وعلى ما يبدو من حقيقة ملموسة في الشارع العراقي فإن التثبيت لموعد الانتخابات نهج تدعمه الحكومة ويسندها القضاء بالعين اليقظة لأي محاولات تحريف بوصلة الانتخابات كان آخرها نجاح القضاء بالكشف على مجموعة احترفت الابتزاز الإلكتروني كانت تنوي التلاعب بالنتائج وخلق فوضى سياسية هنا ثمت تكتيك مدروس تصنعه الجهات الرسمية بالسعي إلى الخروج من عنق زجاجة السياسة التي باتت أكثر إرهاقا لمعادلة العراق بتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي صوت وطني يدعمه العربي والدولي معا يؤكد أهمية المشاركة في الانتخابات إذ أنها أصوات ترفض المقاطعة أو التأجيل وهذا موقف يؤكده أيضا طيف شعبي واسع لكنه طيف يذهب إلى ضرورة اختيار المرشح الذي يمثل العراق وشعبه بعد أن أصبح الشارع يمتلك خبرة واسعة بمرشحين ركبوا موج انتخابات سابقة وكان النفوذ سيد التخريبي فيما مضى